موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم حرب حتشتعل في المنطقة العربية وحتشعلها وتشغلها وخصوصا في منطقة الخليج العرب الحرب دي حاليا بيتم التحضير لها وإشعال نيرانها هدفها تحقيق أجندة لها علاقة مباشرة بالمملكة العربية السعودية تحديدا ده الشكل الظاهر في الإعلام وقدام الناس البسيطة إن هي حرب ما بين إيران وإسرائيل ولكن حقيقتها إنها مجرد حركة تحريك وإنقاذ ومجرد عملية عسكرية محدودة متبادلة يستفيد منها الطرفين طرفين مين بقى؟ إسرائيل وإيران بالفعل يا صديقي هي حرب مرسومة مطلوبة بشدة بيحتاجها النظام في تل أبيب والنظام في طهران حرب تنقص طرفين مأزومين وتحرك المصارات السياسية لصالح الأطراف اللي المفروض إنها متحربة يعني إحنا شفنا حروب بيكون فيها فائز ومهزوم وشفنا حروب بيكون فيها فريقين مهزومين لكن جديدة دي إن حرب يطلع منها الطرفين منتصرين واللي بيشجع الطرف الإسرائيلي والطرف الإيراني على حرب الإنقاذ والتحريك دي هو إنه بيتم التخطيط لها بعناية شديدة جدا بحيث إن يدفع فطورتها الجانب العربي وتكون على حساب مصالح دول الخليج والطرف الإيراني والطرف الإسرائيلي زي ما قلنا عندهم أجندة معينة لها علاقة بالمملكة العربية السعودية بالذات أجندة بتعود بالفايدة على النظام في إسرائيل والنظام في طهران واسمحوا لي قبل ما نعرف أجندة الطرفين من الحرب دي وإيه هو الرادع السعودي والخليجي والعربي للأجندة دي اسمحوا لي إن أفكركم بدعم القناة من خلال اللايك ومشاركة المقطع مع أصدقائكم طبعا حضراتكم بتسمعوا بشكل يومي تقريبا التصريحات المتبادلة ما بين الإسرائيليين والإيرانيين ولغة التواعد والوعيد لدرجة إن وزير خارجية ما يسمى إسرائيل ومن ألمانيا المعروفة بمواقفها المسامدة إلى حد كبير لإيران قال إن على إيران أنت اختار ما بين العودة للعقوبات أو العامة للعسكري الجاد أنت واغدين بالكم من التصريح ومن الاختيار يعني إما إنك يا إيران تبقي تحت العقوبات أو إننا نهجم عليك طيب مفيش خيار ثالث ده بيفكرني بعلاق وليد دين الله يرحمه لما كان بيقول في فيلم النظر كابتن يا كابتن هو كله ضرب ضرب مفيش تيمة لا بجد التصريح ده بيدل على إن حكومة تل قبيبي اليمينية المتطرفة المأزومة وخلوا بالكم من كلمة المأزومة دي الحكومة بنت المأزومة دي بقيادة النيتنياهو عزمة كل العزمة على العملية عسكرية مباشرة تنقذها من أزمتها الداخلية حضرتكم عارفين إن حكومة النيتنياهو والأشكال القذرة اللي بتضمها من شلة اليمين المتطرف عندها أزمة داخلية وبتواجه احتجاجات كبيرة وخطيرة وكلمة احتجاجات دي بتفكرنا بالاحتجاجات اللي بتحصل في إيران اللي نظامها بيعاني من عزلة دولية ورفض داخلي والطرف الإيراني طبعا شغال تصريحات التهديد والوعيديها وسنمحوا إسرائيل خلال 14 دقيقة ونص وسوفا 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 وبالتالي الطرف الإسرائيلي المأزوم والطرف الإيراني المأزوم برضو بيحتاجوا حرب أيوة حرب علشان يصدروا من خلالها أزمتهم الداخلية للخارج والخارج ده بكل أسف هو المنطقة العربية أو الخليج تحديدا الطرف الإسرائيلي وزي ما احنا عارفين بيسعى للحصول على تطبيع مجاني مع السعودية وده شرحنا أسبابه في حلقة منفصلة وبيننا الفايدة اللي بيرجوها الصهاينة من التطبيع ده أما الطرف الإيراني ففي الأشهر الماضية بيين لنا بشكل واضح أنه بيسعى لفك عزلته من خلال التقارب مع السعودية وحل المشاكل الخلافية معها وهنا بيت القصيد والهدف اللي بينشده الطرفين من وراء إشعال المنطقة بحرب التحريك والإنقاذ اللي بنتكلم عليها الاسرائيلي بيعتمد على أنه إذا وجه ضربات مباشرة لإيران فهو بيعلم تمام العلم أن الطرف الإيراني مش حيرد في الداخل الإسرائيلي رد ساعتها حيكون في الدول العربية أو الخليجية كالعادة سواء بشكل مباشر أو عن طريق ميليشياته في اليمن أو في العرق والطرف الإسرائيلي بيمني نفسه بأنه يشمل هذا رد المملكة العربية السعودية اللي بطبيعة الحال مش حتوقف مكتوفة الأيدي وحترد على أي هجوم من إيران سواء من الإراضي الإيرانية أو اليمنية أو حتى العراقية ودي غاية أمنيات الطرف الإسرائيلي لأنه بحسب مخططاته للتطبيع المجاني هو بيستعمل الإيرانيين وبيتخادم معهم من أجل الضغط على المملكة العربية السعودية ومن أجل الحصول على تطبيع مجاني بحجة وخدوا بالكم من كلمة بحجة دي بحجة أنه تعالوا نتعاون ونطبع مع بعض من أجل التصدي لهذا العدو المشترك اللي هو مين؟ إيراني وكده بيحصل على التطبيع المجاني بحسب فكرته ومخطته وفي نفس الوقت الجانب الإيراني محتاج لده لأنه لو تعرض لهجوم مباشر من الصهينة وبدعم أو غضاء أمريكي فهو أولا قدر أنه هو يصدر أزمته للخارج وحيكون معاه كارت قوي جدا يلاعب به الإيرانيين المحتاجين بحجة أنه دلوقتي البلاد بتتعرض لعدوان صهيوني خسيس والأهم من كده وبحسب ظنه حيكون معاه كارت يفاوض به المملكة العربية السعودية بمعنى وخلوا بالكم من وبحسب ظنه دي علشان ما حدش يفهمني رالت بس بحسب ظن النظام الإيراني أنه ممكن أنه يضغط على السعودية أو أنه يبتزها في مقابل أنه ما يردش على العملية العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السعودية فتعالوا يا سعوديين طبعوا معنا إحنا الإيرانيين وتنزلوا عن بعض شردكم علشان تضمنوا سلامة أراضيكم من أراضي ده بحسب فكر النظام الإيراني عرفتوا ليه هي حرب إنقاذ وتحريك بيحتاجها نظام تل قبيب ونظام تهرام في نفس الوقت التغافين محتاجين يشعلين للمنطقة علشان يصدروا أزماتهم الداخلية ومن خلال الشعلالة دي يقدروا أنهم يحركوا ملفات التطبيع والحصول على تنازلات من الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية السعودية ومن وقت طويل احتاطت للاحتمالات دي وعملت حسابها بشكل كبير جدا فمن جهة هي بتمتلك كارت الطاقة اللي ممكن من خلاله تعاقب الاقتصاد العالمي بالكامل وكمان بتمتلك أدوات رضع عسكرية النظام في إيران عرفها كويس جدا والأهم من ده إن السعودية وحلفائها من العرب رفضين وبشكل عالمي المشاركة أو حتى مباركة أي عملية عسكرية إسرائيلية في إيران وبالتالي إيران لا تمتلك أي حجة للعضوان على أي طرف عربي في حال وجهة عملية عسكرية إسرائيلية وكمان السعودية متمسكة بمبدأ لا للتطبيع المجاني من خلال تمسكها بالمبادرة العربية اللي بتقدم حل نهائي للقضية الفلسطينية والتواصل السعودي الإيراني اللي حصل في الفترة الأخيرة وجلسات المباحثات ما بين السعودية وإيران هي على الملأ ومعلنة ودي برضو تعتبر رسالة صريحة جدا للجانب الإسرائيلي فحواها إنكم مش هتقدروا تورطونا في حرب أو في عملية عسكرية إحنا أصلا مش عايزينها علشان تتكسبوا من وراها إحنا بنتفاوض مع الجانب الإيراني بكل شفافية وبكل صراحة وبكل وضوح يعني مش من السهل إنكم تبتزون بأجذوبة البعبع الإيراني يا سادة كلمة قلتها زمان وقالها غير كتير إنك لو لقيت الإسرائيلي والإيراني بيطنطحوا في صحات المعارك فما تصدقش اللي انت شايفه بعنك السهينة بيعلموا طبيعة النظام في إيران وأيدولوجيته اللي أهم ما فيها إن بصلته مش فلسطين أو القدس ولكن مكة والمدينة وعلشان كده لازم يكون في بالكم إن أي تحركات سواء كانت دبلوماسية أو عسكرية ليها علاقة بالطرفين دول الطرف الإيراني والإسرائيلي لازم يكون في بالكم إن التحركات دي تخادمية مهما ظهرت إن هي عدائية لأن الطرفين أصلا ما فيش أي تصادم ما بينهم السهينة بصلتهم القدس والإيرانيين عقائديا ما بيعترفوش بإن الأقصى موجود أصلا في القدس وبالتالي إيه هيكون وجهة التصادم ما بينهم يا جماعة كل اللي بتشوفوه من تصريحات إعلامية ما بين الطرفين ما هي إلا للضحك على الدقون الدقون العرب للأسف تاريخيا اليهود والفرس أصدقاء حتى الملك الفارسي كورش مقدس عند اليهود لحد النهاردة وحتى بعد وصول الخميني للحكم ومؤاطعة إيران لإسرائيل اشتغى الخميني السلاح من إسرائيل وتعاونوا معاه علشان يحارب العراء وتعاون الإيرانيين والإسرائيليين علشان يضربوا المفاعل الزر العراقي التاريخ لا يجذب يا سادة فإذا كنت أنا وإنتم عارفين المعلومات دي فما بالك بالقيادات والأجهزة المعلوماتية والأمنية والاستخباراتية في دولنا العربية مستحيل يتوقع العرب في المصرحية السخيفة اللي الفرس واليهود بيخططولها على حسابنا دي وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة